اهلا بكم في موجز الاخبار من قناة حلب اليوم مجهولنا يطعنون الناشط ابو بكر خضرى خمسة تعناتا على خلفية مشاركته في مظاهرة بمدينة ادلب تدخلت فيها امنية تحرير الشام وفصلت عنه صوت الاذاعة اثناء حديثه عن سلاح الفصائل المنهوب الحراك الثوري في مدينة الباب شرق حلب يدعو لمظاهرة غدا الجمعة رفضا لقرارات التطبيع مع نظام الاسد وتأكيدا على مبادئ الثورة واهدافها الميليشيات الايرانية المتمركزة على اطراف مدينة الميادين تستهدف بالصواريخ قاعدة حقل العمر النفطي تابعة للتحالف الدولي شرقي دير الزور بحسب شبكة دير الزور 24 المحلية عناصر لواء الثامن التابع لشعبة المخابرات العسكرية في نظام الاسد يقتحمون بلدة المتاعية بريف درع الشرقي ويعتقلون خمسة اشخاص وفق مراسل حلب اليوم في درع السفير الروسي لدى الامم المتحدة يعلن استمرار التشاورات حول امكانية تمديد الية ادخال المساعدات الانسانية عبر الحدود الى شمال غرب سوريا محكمة سويدية تدين رجلا بانتهاك القانون الدولي التقط صورا لنفسه مع جثث او مصابين بجروح خطيرة خلال قتاله في صفوف جماعة مصلحة عام 2012 في سوريا اشتركوا في القناة